السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء من الصف السادس Today we are in unit 12 احنا بوحدة الثانية عشر famous scientist العلماء المشهورين كل يوم يا سادس من اليوم لحد يوم الخميس ان شاء الله رح نحكي عن عالم واحد هذين العلماء احدثوا طبعا تغيير حتى في عالمنا الى اليوم famous scientist famous معناها popular وهي adjective هي عبارة عن صفة وسcientist تعتبر بلولر ناون تعتبر بلولر ناون اسم جمع the first scientist we have is sir ishaq newton اذن اول عالم لدينا اليوم هو sir ishaq newton let's read and discuss he was contemplating the universe in his garden one day 1665 when he noticed a falling apple newton felt confused why should the apple always fall to the ground why does it not go sideways or upwards but directly towards the earth's center after much contemplation newton concluded that objects are pulled to the earth through a force that he called gravity which means heaviness in latin on july 5th 1687 newton formally expressed his law of universal gravitation in series of books called the principle اذن بداية رح نحكي عن اسحاق نيوتن ايش منعرف عن اسحاق نيوتن بيوم من الايام كان بتأمل يامس بحديقته تمام حديقة المنزل في عام 1665 للميلادي لاحظ falling apple يعني سقوط تفاحة تمام هلا هون شعر بالارتباق ليه ليش هاي التفاحة فكرته هي انه ليش هاي التفاحة وقعت على الارض ليش ما راحت على الجوانب ليش ما طلعت طيب لفوق تمام ليش مباشرة راحت على مركز الارض اذن ها هي فكرته طبعا بعد فترة من التأمل حكا انه التفاحة هاي وقعت على الارض اذا وقعت لتحت بسبب قوة معينة ايش اسم هاي القوة سماها gravity اللي هي الجاذبية تمام سماها gravity ايش معنى gravity معناها heaviness in latin يعني باللغة اللاتينية معناها الثقل تمام في عام 1887 لي الميلادي ايضا عنا نيوتن وضع قانون قانون عالمي للجاذبية اذا قانون عالمي للجاذبية في سلسلة من الكتب ايش سماها سماها برنسبة يعني المبادئ الاولى عن شو بتحكي لبرنسبة تحكي عن universal تمام law of universal يعني تحكي عن قانون العلمي للجاذبية عنا كلمات was contemplating past continuous عنا he راجع على مين راجع على سر اسحاق نيوتن لدينا ايضا it it refers to apple تمام راجع على كلمة apple عنا confused هي عبارة عن adjective انتهت منلاحظ انه هاي صفة انتهت ب-ed راح تاخدو ان شاء الله بهاي الوحدة صفات تنتهي ب-ed وصفات تنتهي ب-ing اعتمادا على الشعور هنا الشعور الراجع لنيوتن لشخص فبالتالي احنا نستخدم confused وليس confusing ان شاء الله راح ندرس عنها اكثر عنا y تعتبر wh word should تعتبر model verb يعني من الافعال الناقصة عنا directly عنا formally تعتبر وتنسان adverb which ends with ly بينما هون عنا contemplation وهي noun اذا tion shen هي عبارة عن noun universal is an adjective منلاحظ كلمة july اللي هو شهر سبعة منلاحظ انه j فيها capitalized ليه؟ لانه ببساطة الشهور دائمة بتكون capital letter عنا ايضا newton تعتبر proper noun طيب راح نشوفوا هنا مجموعة من الاسئلة واحد منهم سؤال والثانية research طبعا انا طلعت الكم اياهم بالاضافة الى اسئلة اخرى خلينا نشوفها جاهز لكم اياها الفقرة الاولى حكينا بتحكي عن سر اسحاق نيوتن شو منع او شو السؤال الاول بحكي لنا what is principle ايش هي principle ايش هي المبادئ الاولى كتابه تمام اللي هي series of books written by نيوتن اذا هي مجموعة او سلسلة من الكتب كتبها من نيوتن عن شو بتحكي طيب about universal gravitation بتحكي عن قانون العلمي للجاذبية او law of universal gravitation تمام هلا الريسيرت موضوع البحث عندكم اللي هو why was newton why was newton discovery of gravity very important to science ليش كان اكتشاف نيوتن للجاذبية مهم جدا للعلوم ليه to know the use of gravity and how things fall حتى نعرف اهمية الجاذبية وكيف الاشياء تسقط زي ما سقطت معا ايش التفاح هذي falling apple صح طيب why do things always fall to the ground not sideways or upwards هذا السؤال اللي ظهر بذهن من نيوتن انه ليش الاشياء يعمل تسقط على الارض ما بتروح على الجوانب وما بتطلع على فوق ليه السبب بسيط because of gravity السبب هو الجاذبية تمام او ممكن نحكي because of the force that he called gravity بسبب قوة معينة هاي ها through a force that he called gravity بسبب قوة معينة سماها الجاذبية تمام اخر سؤال عندنا عن نيوتن لليوم what does the word gravity mean in Latin باللغة اللاتينية شو معنى gravity شو معنى الجاذبية بلغة اللاتينية معناها heaviness ايش يعني؟ يعني الثقل شو معناها؟ معناها الثقل that's all for today thanks for listening teacher Raham al-Gamaz always with you معناها